اشتركوا في القناة يحاول فينا العقل الجميل ويجعل من أسباع القرآن ناس عندهم حجة بص ربنا بقول ايه في سورة السبق قل من يرزقكم من السماوات والعرض مين بيرزقنا قل الله وإن أو إياكم لعلى هدن أو في ضلال مبين حاول أي حد قلوا كده مين يرزق الناس هقولك ربنا طيب هيقولك انتوا على ضلال وانتوا على إجرام يعني جماعة منحرفة جماعة منحلة مش كده قل لا تسألون عما أجرامنا ولا نسأل عما تعملون يا سيدي الإجرام بتاعنا ده ربنا لا يحاسبنا علي قل لا تسألون عما أجرامنا ونسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح والعليم وده دعاء يمكن المؤمن يدعو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يا رب شيل الغشاة والعيون يا رب أرنا الحق حقا وزقنا اتباعا يا رب الأمور اطلق باطت مش عارفين من الحق ومن الباطل عشان كده يقول كل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح والعليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء قل أروني يا الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزي الحدي حظ يدروا شرك بالله دي مخلوق يعني ربنا له ولد له زوجة التلاتة يا ابو إله سي إلها من له ولد قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس العرب بس العرب الإنجليز أهل الصين أهل وإفريقيا لا للناس كلها وما أرسلناك إلا كافة للناس دشيرا ونذيرا في دولة في العالم لم يدخلها الإسلام في هذه اللحظة التي أتحدث فيها ومع ظهور الأقمار الصناعية ومع ظهور الديش والأقمار الصناعية وموجود ثورة للصلاة في كل بيت على وجه الأرض فالإسلام دخل كل بيت كما أكبر النبي محمد قال رسول الله عليه الصلاعي والسلام والذي نفسي بيدي لا يدخل لنا الإسلام كل بيت على الأرض بعز عزيز أو بذل زليل إزاي حالك عندك تليفزيون في أي دولة العالم في أي بقعة العالم إبتح جيد القنوات الإسلامية مش بس قنوات إسلامية باللغة العربية قنوات إسلامية بجميع لغات العالم وما أرسلناك إلا كياسة للمنان بجميع اللغات بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نستعجل إمت الوعد ده قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كل واحد فينا له ساعة ساعة يلقى فيها ربا قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كل واحد فينا له ساعة إنت إنت الساعة إنت المن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه في ناس كده منه من القرآن عداوه ليوم الإيام في ناس أول ما تنفع القرآن قلوبها Button ت beber وإذا ذكر الله وحده إشمى أدد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستغشرون عندما تتكلم عن ربنام بالموت والأخر يهي به طال الله أو الأثالة ما تغيري الكلام ده إيه الصير الوحشة دي ولما تتكلم به عن الأسلام وعن الموضة وعن العاربيات يسرح ويدحك ويدكلم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي يبين يا داي مش بنحب القرآن دار ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربه وقفين كده أجم ربنا يرجعوا بعضهم إلى بعض القول داي يقول له انت يقول له انت السرق يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دايما المصدعفين والغلاب والموظفين يقول لك نعبد المأمور من المأمور ربنا ولا حدثنا نعبد المأمور يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كل واحد تقول له مين اللي قالك أنا عبد المأمور كلهم عبيد قال الذين استكبروا للذين استبعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إزاقكم إحنا اللي قالتوا تزوروا إحنا اللي قالتوا تكذبوا إحنا اللي قالتوا رشوة إحنا اللي قالتوا خدوا ربا في حد ياخد ربا على حاجة ريسة مشتغلتش في واحد يحدد نسبة على مشروع ما يعرفش إذا كان هيشتغل أو مش هشتغل قال الذين استكبروا للذين استدعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجمين وقال الذين استدعفوا للذين استكبروا الغلابة بيقوله الباس المتكبرين بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا نكفر بالله أنتوا اللي قلتوا لنعملوا كذا وعلي الحجاجة بن يوتو بالثقافي جاي يقوله جنوده انصبوا المنجميق على الكعبة فالذنود قالوا له دول زوار بيت الله دول المعتمرين والحجاجة يقول لهم إيه الحجاجة اقتلوهم وزنبوهم عليهم أنا عايز أعرف البن أدم يستحمل أرواح الناس دي كلها إذن اقتلوهم وزنبوهم عليهم لا يمكن تكون ديجرة على الله حرام كده مش ممكن إنت تقدر تشيل دمه واحد واحد إيه جاي للنافة بيتي الحرام يقوله اقتلوهم وزنبوهم عليهم الحداد بن يوسف السقف اللي قال لهم اقتلوا الحجاج موجود منه آلاف في زماننا في زماننا هذا آلاف يأمرون عن الناس أن يقتلوا المسلمين اقتلوهم إذا كان الحداد بيقولهم اقتلوا عمارة بيت الله الحرام وزنبوهم عليهم فيه النهاردة علماء يقوله اقتلوا المسلمين اقتلوا الشباب حاصروا الإسلام هنهاردة الأمم كلها والدول كلها تتطبق على قتال المسلمين ما بأش في العالم فاسد إلا المسلمين خلاص المسلمين لا يقبلوا حوار ولا يقبلوا ما إذا ولازم يبادوا بالنار والرصاب في حاجة غلط قال الذين استكبروا للذين استدعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما بل كنتم مجرمين وقال الذين استدعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمرونا أن نكفر بالله انتلولتون نكفروا بالله واقتلوا المؤمنين ونجعل له أندادة وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يوم اليوم بقى العناق هل يرزون إلا ما كانوا يعملون تفتكوا ربنا ظالم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وإحنا بنحكي على سور السبق وسور السبق دي سأ قوم السبق دول مترفين شوف ربنا بيحكين عن مترفين وما أرسلنا في قرية من نذير أي بلد في العالم إلا قال مترفوها الأغنية بقى المترفين المتزلعين إنا بما أرسلتم به كافرون ودائما المترف الغني ما يحب الشو من بالآخرة ولا بالحساب ولا بالأنبياء ليه هتروح الجنة تاخدين في الجنة طيارات يخوت مساكن شريهات هتروح تلاقي في الجنة أنا عندي أحلى من اللي في الجنة أروح الجنة أعمل إيه أروح الجنة أعمل إيه أنا عندي كل حاجة وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الأغنية المتنعمين أوي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ويه كمان وقالوا نحن أكثر أموالا من أولاد هنعمل إيه بالجنة بها ما عندنا الأموال والأولاد والطيارات والأخوت وعندنا شليهات وعندنا تكييفات هتروح الجنة ألاقي إيه أحبا من كده وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وكمان مش هنتعذب ولا حاك ليه وعشانا معايا فوز كتير قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إيه اللي بيونس على ما أكثر ربي شفت أنا بعيني أغنى الأغنياء وهو بيغسل كلا وأغنى الأغنياء وعنده كنسر ومرمي بياخد إشاعه في ناوي كل الأموال اللي عنده ما تسويش جالسة واحدة من اللي بياخد كل الأموال اللي عنده ما تسويش يعني زلتي على فراش المرض عشان كده بقولك بتنطرش بالدنيا كلها ويا معاك هتتسلب منك في لحظة والله أو تسلب وأنك إما أن تأخذ منك الدنيا كلها مرة واحدة وإما أنك تأخذ منك مرة واحدة وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة شفت بقى يعني الشي الأموال والأولاد اللي هتخليكم عندنا لا 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 العمل الصالح وما أولادكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحة فأولئك لهم جزاء الضعفة لنا عملوا وهم في الغرفات أمين إن شاء الله نقوم في حلقة آخر شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا